ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه وثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عنه من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك نعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آآت مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولاك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هو الظادقون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمنا ومطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معرفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمن وعليكم ما حمنتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإنما تولوا فإنما عليه ما حمن وعليكم ما حمنتم وإن تطيعوا تهتدوا وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي انتظر لهم ولا يبدنن لهم من بعد خوفهم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأطيعوا الصلاة وآتوا السكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لأنكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ومأواه النار ولبئس المصير